متابعة قناة الجدور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم في هذا الدرس الجديد درس اليوم يهم سلامتكم بالدرجة الأولى ودرس اليوم هو حول مقبس الطيار الكربائي وبعض النقاط المهمة جداً حول ذا المقبس والتي يجب عليك معرفتها فإبقى بعي مما لا شك فيه أن مئات المنازل تحتريق حول العالم بسبب الطيار الكربائي وأنت تجاهد هذا الفيديو لربما هناك منزل يحتريق بسبب الكهرباء ولعل أكثر مكان قد يبتدئ بها الحريق أو أكثر مكان عرضة للشعال بسبب الكهرباء هو مقبس الطيار الكربائي هنا السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يحدث ذلك من أكثر الأسباب الشائعة هي استعمال المقابس المقلدة أو المقابس الصينية التي لا تتوفر فيها شروط السلامة أيضاً من أكثر الأسباب هي تركيب كيميا كبيرة من الأجهزة في مقبس واحد فتركيب كيميا كبيرة من الأجهزة الإلكترونية في مقبس واحد يولد مقاومة عالية جداً هذه المقاومة تسبب سخونها في الأسلاك الكربائية مما يتسبب فيه اشتعال القابس وبالتالي لقدر الله نشوب حريق خطير في المنزل وما ينبغي معرفته أن هناك لجنة دولية تسمى باللجنة الكهرو تقنية الدولية هذه اللجنة تفرض على الشركات المصنعة للقابس مجموعة من المعايير نعم معايير السلامة وكأهم معيار في السلامة هو عدم قابلية الإشعال في القابس أو بمعنى آخر أن القابس لا يصنع من البلاستيك العادي بل هو يصنع من بلاستيك خاص غير قابل للإشعال وحتى نتأكد من هذه الفرضية شاهدوا معي هذا الفيديو ندينا هنا مقبس من أرخص الأنواع الموجودة في السوق أو بمعنى آخر أقل جودة ممكنة يمكن شراؤها لاحظوا معي ودي هنا ولعا سوف أحاول إشعال النار بهذا المقبس لنرى النتيجة إذن نبدأ على بركة الله إذن كما ترون إخواني فهذا المقبس لا يشغل أو لا يشعل إن صح التعبير أبدا لاحظوا معي لم يحدث أي شيء هذا يعني بأنه مكون أو مصنع من بلاستيك مضاد للإشعال إذن المغزى من هذه الحلقة أو الرسالة الواضحة التي أريد وتوجيها للجميع هو أنه عليك أن لا تشتري مقبس مقلد مهما حدث لأنه لا يحترم معايير اللجنة الكهروة التقنية الدولية أو بمعنى آخر لا يتوفر على الشروط أو شروط السلامة من أجل حمايتك بما في ذلك استعمال بلاستيك مضاد للإشعال أو بلاستيك عازل إلى غير ذلك من الشروط وفي المرة المقبلة التي ترغب فيها في شراء قابس تأكد بأنك تشتري مقبس مضاد للإشعال إلى غير ذلك من الشروط إذن شكرا لكم على حسن المتابعة ألقاكم في حلقة مقبلة مع درس أو ابتكار جديد فكونوا في الموعد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر